السلام عليكم معاكم محمد خليال في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن الميزات الجديدة في تحديث أدوي فوتشوب إصدار 2022 وكما عودتنا في مؤتمر كل عام شهر أكتوبر بينزل الإصدارات الحديثة في برنامج أدوي سوف نصل إلى التحديث يجب أن نفتح تسجيل دخول حسابك سوف نذهب إلى Update سوف تجد كل البرامج الجديدة ليس فوتشوب تقريبا كل البرامج أدوي ينزل إصدارها الجديد 2022 كل مطلوب منك أن تأتي على أي برنامج محتاجه تضغط على Update ويبدأ البرنامج يعمل معك Update وتحديث عشان تنزل معك النسخة الجديدة لو البرنامج اللي عندك غير رسمي بكراك لا أنصح إطلاقا أن تعمل التحديث في الوقت الحالي ولكن طبعا لو النسخة اللي معك رسمية تقدر أن تعمل التحديث طبعا أنصح دائما أما تجد تعمل التحديث لأي برنامج من البرامج الجديدة أن تحتفظ بالنسخة القديمة يعني لو جئت هنا وعملت Update لبرنامج هنا هناك أمر مهم عندك يقولك Remove Old Version دائما إلغى علامة الصح من الاختيار بحيث أن Creative Cloud يحتفظ بالنسخة الفتشوب القديمة ورد جدا أن تكون الإصدار غير مناسب لجهازك يسبب لك بطء يكون هناك بعض المشاكل لا ترتاحش له نفسيا فتبقى قادر أن ترجع بمتاز سهولة أو تعمل على الإصدار القديم لو هذا غير مناسب لك أعمل Continue ويبدأ بمناسبة الكلام عن الاشتراكات الرسمية لبرامج Adobe متوفر حاليا اشتراكات رسمية لبرامج Adobe بالكامل بقيمة 150 دولار اشتراك لمدة 10 شهور طبعا اشتراك مخفط جدا عن السعر الرسمي اللي موجود في مواقع Adobe اللي فيك مهتم بحاجة زي كده حابب انت تشارك بشكل رسمي حابب انت دائما تحصل على التحدثات فتقدر ان انت تتواصل معي عن طريق الإيميل اللي موجود في وصف الفيديو أو مواقع التواصل الاجتماعي يلا بينا نروح للفتشوب ونشوف ايه التحدثات الجديدة اللي هنتكلم عنها النهاردة اول ميزة جديدة عندنا النهاردة في Adobe Photoshop 2022 هي Object Finder فتشوب اوتوماتيك بيقدر يتعرف عن طريق الزكاة الاصطناعي لاي عناصر موجودة في الصورة طيب ده بقدر عمله ازاي لو رحنا هنا في عدد ال Object Selection العادية اللي اعرفنا مجرد ما ضغط عليها كده لو نلاحظ نعدي فوق الشريط ده في بعض الخصائص الجديدة منها ال Object Finder هي اوتوماتيك بتكون متفعالة بالشكل ده خلينا نشوف ايه يحصل لو رحنا على الصورة مجرد ما بتحرج والماوس على العناصر اللي موجودة في الصورة زي عندي الزرعي اللي انا زي عندي الصوفة او الكنبة اللي موجودة عندي انا زي المخدة زي الكارسي زي الطاولة اللي موجودة عندي كل العناصر اللي موجودة داخل الصورة الفتشوب بيتسم تغطيك بيبتدي يتعرف عليها لوحده على فكرة أنا لسه مايغطش اي ح preference أنا بس! بحرك او ماشي بالماوس وهو اوتوماتيك بيحس لو عايز ابتدي اقول له ايوة انا محتاج الانصر ده ابتدي اعملي عليه select او حدده لازم اضغط ضغطة على الانصر بالشكل ده بدأ انه يعمل عليه select زي ما احنا شايفين بالمنظر ده طيب لو عايز امسك عنصر كمان معي فانه اضغط على مفتاح ال shift من الكيبورد بالنسبة لمستخدمين الماك او مستخدمين الويندوز برضه ممكن اجي على مخدة زي دي اضغط عليها click بقت معي في التحديد اجي على الشكل ده واضغط click بقت معي في التحديد وهكذا طبعا بعد ما حددت الليك حرية اختار شوف انت عايز تعمل عليه في التحديد ده تلغي العناصر تحزفها تمع لها edit current correction حسب ما انت عايز تعمل طيب لو عايز اشيل عنصر انا حددته بالخطأ من الصورة فانه اضغط على مفتاح alt من الكيبورد بالنسبة لمستخدمين الويندوز بالنسبة لمستخدمين الماك اضغط على option من الكيبورد واشيل مثلا الشكل ده انا مش محتاجه دلوقتي بس انا معي الشكلين ده اللي عمل عليهم تحديد فممكن اجي زي ما قلنا شوف انت عايز تعمل بقى ايه بعد ما انت حددت اعمل فانه ممكن اجي هنا واغير الالوان اعمل وابتدي العب في الالوان ده بالشكل ده زي ما شايفين بغيرت اللون المخدة بشكل سريع ولون الزرع عندي حسب ما انت محتاج تشتغل اشتغل طيب انا هرجع control Z وتعالى وتعالى انتعرف اكتر على الشريط اللي زار معنا او مجموعة الاداوات دي زي ما انه هو الفتشوب بيعمل لك object finder بيعمل لك بحث لو انت مش عايز القصية دي او مش مناسبك فتقدر ان انت تطفيها في اي وقت دايما اول ما الصورة بتفتح عندك او عايز تعمل update عشان الفتشوب بيحس ان انت عندك صورة جديدة او عنصر جديد تتضغط عليها كده فتبتدي تعمل تحديث زي ما انت شايفين كده بحيث انه يبتدي يدور على العناصر اللي في الصورة طيب عندي الاداة دي برضو وهي جميلة جدا هنا اوتوماتيك انا مش محتاجة اقول لفتشوب انا هافضل امشي على كل عنصر في الصورة وابتدي اعمل لي علي سليكت زي ما انت شايفين كده لا انا فيه حاجات ممكن اكون مش شايفة فاوتوماتيك بقول لفتشوب ابتدي انت ابحث على العناصر اللي موجودة في الصورة ده هيتم عن طريق الايكون اللي عندي دي مجرد ما اضغط عليها هو خلاص كما انت شايفين هو اوتوماتيك عمل بحث ولقى ان هذه العناصر اللي موجودة عندي في الصورة ويعمل لك عليها هاي لايت باللون العزرق بالشكل ده بالمناسبة الاختصار جميل جدا بتاع الايكونة دي تقدر ان انت اوتوماتيك تضغط على حرف الن من الكيبورد تختفي ان مرة اخرى يبدأ يحدد لك بالشكل ده تعالوا نشوف ايه الاعدادات تاني من علامة الترس اللي عندي هنا ده كل الاعدادات الخاصة بالامر الجديد اللي هو الوجيكت فايندر زي ما احنا عارفين تقدر تطفيها او تخفيها من هنا زي ما قلنا هنا انا اقول له اوتوماتيك اعمل لي اوتو رفريش زي ما قلت لك هو اول ما بيحس بالصورة هو اوتوماتيك بيعمل رفريش عشان يبتدي يشوف ايه الاشكال الجديدة في الصورة ممكن انا اقول له لا خليها منوال ما تعدشه كل شوية تعمل انت اوتو لواحدك انا هتعمل منوال انا هتعمل نفسي واجه اضغط على الايكونة دي طيب هنا عندك الكالر بتاع الاوورلي اوورلي اللي هو التحديد اللي يظهر عندنا ده زي ما قلنا مجرد ما بمشي ظهر لي التحديد بالشكل ده خلينا افعله بالشكل ده وتعالا نيجي هنا لو اللون الازرع ده مش عجبك ورد جدا ان انت عندك تضارب مع اللون الازرع او الخلفية عندك فيها ازرع كتير فقدر ان انا بنتها البساطة بالشكل ده اهو اضغط على تاني خلها لي كله باللون اللي انا بختاره فقدر انت تغير اللون من هنا حسب ما انت محتاج كمان هنا الاوطلاين بتاع التحديد نفسه قدر ان انا ازوده القوستية بتاع الشفافية بتاع التحديد اللي بيظهر اغضر لان انا برضو هنا اتحكم فيه هنا انا بقول له عملي auto, show overlay يعني دايما بشكل اوتوماتيك تبادي يعمل لي overlay او highlight اللي بيظهر ده هنا ممكن اقول له ما تعمليش خالص دايما دايما نخليك عامل لوحدك overlay لأنه لا يحتاجه لأنه سيضايقني وهنا لا تظهر التحديد مجرد ما أمشي بالماوس مجرد ما أضغط وقال لك أعمل تحديد لا تظهر لي شيء وأكيد لا أحتاج شيء لأنه فقطت القيمة أو لا أرى العناصر التي أحددتها في فتشوب أرجع للدفولت بعد ذلك ممكن أن تختار المود مثلا أنا عندي هنا في المود ممكن أن أضعها أو لسطول وهو المود بتاع التحديد وارد جدا أنه بعد ما أعمل سيلكت وليكن خلينا مثلا نيجي على حاجة زي المخدة فأنا عندي جزء هنا مش واضح عندي فده ممكن أساعده ودائما أي حاجة فيها الزكاة الصناعية ما تعتملكش عليها مئة في المئة لازم أنت تتدخل وتراجع عليها أو تراجع وراها فده ممكن نيجي على الجزء الصغير ده وأجيب أداة وليكن اللاسو طول وأبتدي أنا أضغط على شفت من الكيبورد زي أنت شايفين وأبتدي أعمل تحديد بالمنظر ده ساعدته ودخلت جزء كمان من التحديد اللي هو عمله ثاني ميزة معنا النهاردة في التحديث الجديد هي ميزة الماسك ميزة جدا جدا رائعة فعلا أنه يحدد لي الواحدة والأوبجكت اللي موجود في الصورة ويعمل له أوتوماتيك ماسك بيوفر أكيد عليها وقت كبير طيب بعمل هذا ازاي؟ أنا مش عامل أي حاجة ولا تحديد في الصورة سأذهب لقائمة ويجد لدي أمر جديد اسمه ماسك أول أوبجكت مجرد مطعة عليه بالشكل ده هو شغال مع نفسه بيحدد العناصر اللي موجودة في الصورة فين الأوبجكت وفي نفس الوقت بعد ما بيحددها بيعمل لها ماسك زي ما احنا شايفين بعد ما خلص لو رحنا لبانا الالير لقيته انه كل العناصر دي هو حددها وعمل لها ماسك كل دي حاجات هو عمل لها ماسك الواحده فطبعا نوفر عليها وقت كبير جدا زي ما قلنا يعني عندك حاجة زي كده لو ضغطت على كماند او كنترول اهي دي الصوفة او الكنبة اللي هو عمل عليها تحديد بالشكل ده انت دلوقتي معاك سليكت جاهز شوف انت عايز تعمل في ايه وعمل فيه اللي انت ايضا تالت ميزة عندي النهاردة وهي خاصة بالفلاتر لو جينا قيمة فلتر انا عندي فلتر كنا عارفينه اكيد كلنا نيول الفلتر وبالمناسبة انا كنت شرعت الفلتر ده بالتفصيل في دورة الفتشوب الموجودة اللي فيكو دايما بيسأل انت ليه ما بتعملش دورة فتشوب تقدر ان انت تدخل على موقع خيال اكاديمي دوت نت هتلاقي عندك في الموقع دورة فتشوب موجودة كاملة وما زالت الدورة مستمرة باستمرار دايما بينزل فيها دروس جديدة شرحنا فيها بالتفصيل كل ما يخص فتشوب بالتفصيل وكنا شرحنا فيها الفلتر الخاص بالنيول الفلتر اللي يهمني نعرضه هو فلتر جديد نزل عندي وده يعمل دمج للعناصر عندك وده كانت مشكلة بتعمل بعض المصممين عندما يعملوا دمج للعناصر لا يكون هناك تناغم ما بين العناصر المندمجة تشعر انها ليس مية واحدة المهم اقدر ان اضغط على ايقون وفعل الفلتر في ايقونات عندك هتلاقيها بالشكل معنى كانت محتاجة تتعمل لها دونلود لأول مرة فتدر دونلود ينزل معك الفلتر دعونا الاول قبل ان نستخدم بالفلتر ده نقص صورة زي الصورة اللي عندنا دي دعونا نقص هنا وازاي نقص حاجة زي كده طبعا احنا عرفنا المضاء سهل ممكن بنفس الاداة اللي احنا استخدمناها من شوية هو هنا بيعمل update لوحده او refresh عشان يحس الاناصر الموجودة في الصورة هو احدد لي دي اساعد واضغط shift من الكيبورد وابتدي احدد الصورة الثانية كمان يبقى هنا عندي صورتين بالشكل ده هعمل mask وتعالى ناخد صورة زي الصورة دي وليكن ونسحبها وناخدها على خلفية تانية بالشكل ده نوعا زي ما احنا شايفين دي صورة ودي صورة تانية خالص منظر تاني الوان تانية فعايز انا اعمل دمج ما بين الصورة دي والصورة التانية بحيث انهم يبانوا انهم على اقل يعتبروا انهم منظر واحد طيب ده هنعمله ازاي طبعا لازم اكون واقف على layer اللي انا محتاج ان اشتغل عليه اللي هو الصورتين دول وعندي layer تحت اللي هي background هنروح تانية قائمة filter ونقف على الامر بتاعنا النهاردة اعمله on واجي هنا عندي في select layer بيقول لي ان خلص محدد الصورة بتاع الاشخاص عايزني ادمجها مع اي layer انا ما عنديش في الشغل بتاعي غلير واحد اللي هو background بحدده بالشكل ده وانتظر عليه دلوقتي بيعمل معالجة في الاسفل عشان نيوصل لنتيجة انهائية هو دلوقتي هنا عملي النتيجة انهائية طبعا كل ما انت بتقص بشكل احسن بيكون في شغل افضل بكتير ولكن برضو تعالوا من الايكونات نشوف قبل وبعد قبل وبعد طبعا فيه فرق واضح جدا بدأت الصورة تتقرب شوية من background طبعا ما فيش منع ان انا عندي هنا بعض الاوامر بشكل يدوي تقدر ان انت بقى تعلي الرد شوية تروح نحتي السيان شوية الصورة والbrightness بالشكل ده لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه تعالوا نشوفه قبل وبعد طبعا فرق واضح جدا هنا عندي فلتر جديد برضو من دمن الفرقات الخاصة بالneural filter لو اخترت كده هنا عندي فلتر جديد اسمه لاندسكيب ميكسر فلتر جميل جدا تعالى الاول اللي نشغله بيطلع عندك هنا بعض البرست منها الصور ده الشكل اللي انت شاهدوا للصور ده ده اللي هو هينفزه على الصور عندك بمعنى ايه؟ ملاحظين هنا ان هنا الصور عندي تحسس ان هي فصول مؤينة من السنة يعني هنا ما بيقى فيه تلج هنا ما بيقى فيه خريف ما بيقى فيه خضرة او ربيع وكذا يعني بعض حاجات خاصة بالصحراء بالشكل ده تعالوا وليكن نختار اول صورة من هنا ونضغط عليها ونشوف ايه سيحدث في الصورة عندي كما نرى الصورة كلها عن طريق الزكالز نايت حولت لشكل جليد طيب برضو عندك بعض الخصائص هنا تقدر ان انت تزود اللي انت عايزه هنا لو انت عندك وقت غروب فتقدر انت تتحكم فيه من هنا تقدر انت تزود حاجة معينة حسب ما انت محتاج تعالى برضو نشوف قبل تعالى نختار صورة تانية او منظر تاني او شكل تاني تعالى نجرب الشكل ده برضو اداني حاجة زي كده تعالى وليكن شكل تاني سريعا نشوف حاجة زي كده زي انت شايفين الصورة تتحول خالص لشكل الغروب وكذا طبعا في بعض الصورات طالعة 100% كويسة جدا في صورة تبقى محتاج ان انت تعدل فيها زي ما قلت لك ممكن ان انت تزود هنا بعض الخصائص الموجودة هنا زي ما قلنا تقدر ان انت تزوده تقدر ان انت تلعب في الاعدادات دي مش كده او بس دي بالنسبة للبرسيتس لا انت ممكن تيجي على custom تختار انت اساسا صورة جاهزة عندك شكلها شكل معين او واخده style معين style صحراء اي ان كان ال style اللي هي واخده وتقول للفتوب خدلي المود بتاع الصورة دي نزله على الصورة اللي موجودة عندي كمان معانا ميزة جديدة نفس الفكرة filter فلتر Neural Filter هو اواخد الحيز الاكبر في التحدثات لو جينا كده فتحناه انا لدي فلتر جديد اسمه color transfer واضح من اسمه انه ينقل الالوان بمعنى ايه؟ انا عندي صورة انا اضحنا الالوان لا اعجباني وعايز صورة تانية عندي فيها الوان معينة اعجب ان اقوم بها نفس الفكرة لازم اقوم بعمل ON وفي البرسيتس كما تكلمنا عندك بعض الصور ممكن تستعين بها وليكن نختار اول برسيتس مجرد ما ضعط عليه يجب لي غيرلي مود او الالوان خالص خدم الصورة اللي عندي هنا دايما نعلم على امر بسيرف عشان يجب لك الشكل بشكل افضل كما ترى بالمنظر برده ممكن اخطره كما ترى اضحنا حاجة جدا غير خلص الصورة او نسخ اللون اضحنا على الصورة ليس عاجبك اي حاجة من البرسيتس انا عندي صورة وليكن زي الصورة هذه صورة عندي على الجهاز اعجبني جدا على style استخدم الصورة ويجبني اخذ منها كما ترى نفس الألوان السماء والصفرة تحتها وطبقها على الصورة اخر فلتر عندي في Neural Filter هو ليس جديد ولكن تم عليه بعض التحسينات وهو فلتر Colorize يلون لك الصورة اي صورة عندك يقدر انه يلونها فلو جيت كده فعلت هذا الفلتر بالشكل من انتظر عليه لحد ما يخلص عملية المعالجة كما نرى هو لون الصورة بشكل سريع وكما نعرف انا في الفلتر اقدر ان اختار style معين او شكل معين للألوان يبتدي يتطبق على الصورة ليس محتاج ومازال عندك امكانية ان انت تتحكم في الالوان situation المجينة تبتدي انت تضبط الوانك حسب ما انت عايز لو فيه نويز في الصورة تقدر ان انت تقلله او تزوده مش ده الجديد هو طبعا بيقول ان التحسن جدا الفلتر ده بقى شغال بشكل سريع ولكن اللي يهمني هنا ان هما ضافوا أمر جديد اسمه Output As New Color Layer يعني نزل لي الترويين اللي انت عملته ده في layer اللي واحده فلو جيت عملته على مثل صح بالشكل ده او select وقلت له اوكي تعال نشوف ايلا يحصل لقيته فعلا ان هو هنا عمل لي layer جديد خالص اهو ده layer الخاص بالترويين بصو ده يساعدني في ايه هيساعدك جدا لو انت حبيت تتعدل وراه او هو عملك حاجة مش مصبوطة ولي هكن مثلا شايفين الكم ده هنا مش منطقي البادلة هنا لونها جريء او رصاصي والكم هنا بدأ يتلون فانا عايز امسح الاجزاء ده بما اني بقى عندي layer هنا فقدر بمثال بساطة ان انا اجي اعمل ماسك على الليير ده وابتدي اجيب البراش او الفرشة وابتدي امسح الشكل اللي هو ده بالشكل ده ممكن اصغر او اكبر الفرشة فابتديت ان انا اساعده زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده اهو وخلاص يبقى انا كده ساعدته وده انا شايف انها ميزة كويسة جدا كان الاول في الاسدار اللي قبل ما بيتحليش ان انا اتحكم خلاص هو لونه وزي ما يعجبك يعجبك ده اللي طلع او ده النتيجة اللي طلعت معك الميزة كمان الجديدة معنا النهاردة في فتشوب 2022 هي الاويل بنت الفلتر ده محبب جدا للناس كتير بوصله من طريق بلاقي عندي هنا فلتر الاويل بنت طب ايه مشكلته زمان مشكلة الاويل بنت زمان انه كم يحتاج كارت شاشة او كارت جرافيك عالي جدا عشان يشتغل وكنا بنوصل ان احنا بنضغط على كنترول كي بالكيبورد او كماند كي ونروح لكارت الشاشة عندي هنا في الجرافيك بروسيسور وكان لازم افعل امر اليوز اوبن سي ال ده كان سابقا غير كده ما كانش هشتغل معك الفلتر ده الناس اللي كانت اجهزتها ضعيفة فكان اساسا الاوبن سي ال ما كانش موجود مش متاح ان انت تفعله او تقفله مخفي عندك ولكن حسب كلام عدوي ان في النسخة دي تقدر ان انت تشغل فلتر الاويل بنت عادي جدا لانه خلاص بقى بيعتمد على الجي بي يو بتاع الجهاز ما عادش زي الاول محتاج امكانيات كبيرة تشغله مثل اي فلتر لو رحنا ال اويل بنت زي ما انت شايفين بقدر ان انا اشغله وتحكم فيه زي ما انت شايفين عادي جدا بالشكل ده عندنا كمان حاجة في الاصدار ده او ميزة واحدة او بتحسينات اضافتها على اداة الجريدينت لو جينا هنا وعملت جريدينت واختارت وليكن اي جريدينت شكله متدرج دايما في تشوب كان فيه حتة ريخ ما شوية انه بتحس ان الجريدينت بتاعك جاي بشكل مش لذيذ او بتحسس ان فيه قطعة مش منطقي قوي الجريدينت فده كان بسبب مشاكل لناس كتيري ممكن ما تبانش معاك قوي دلوقتي ولكن وانت شغال هتكتشفها جدا او هتفهم قصدي الامر اللي انا عصود جديد هنا في الميسود كان قبل كده تقدر ان انت تختار الرينير زي ما انت شايفين اقدر اختار كلاسيك واقدر اختار الامر الجديد الامر الجديد تقدر انت تختاره ده بديك نتيجة افضل جدا في الجريدينت الميزة كمان الجديدة عندي في فتشوب 2022 هي ميزة الكمنت تم اضافته قبل كده الاصدارات السابقة لبرنامج الانتزاين ولكن المرات اضافوها لبرنامج الفتشوب وبرنامج إلستريتور في الاصدار ده طيب خلينا نشوف ازاي نستخدمها لو انا خلصت تصميم عندي زي التصميم ده ومحتاج ان انا اعمل شير او مشارقة للتصميم عندي شير مع مين ممكن ان انا ارسله للعميل عندي بحيث انه يحط تعديلاته عليه ممكن ان انا لو مشترك في فريق اعمال معايا زملاء تانين من المصممين كل واحد في دولة معينة او في مكان معين فقدر برضو ان انا اشارك التصميم وكل واحد يحط الاراء بتاعته وكل واحد يحط تعديلاته على التصميم هناك حاجه ممكن ان اشارك الميزة دي لو انت مدرب انا عندي تسقاط لبعض الناس اللي عندي شغالين فمحتاج ان هم يعملوا التصميم وانا ابتدي احط الملاحظات بتاعت التصميم الملاحظات اللي عندي على التصميم بحيث الناس كلها تشوفها وكل واحد يعرف ايه الاخطاء اللي عنده او ايه التعديلات اللي مخلوبة منه طيب بعمل ده ازاي لو رحنا لقايمة ويندو بلاي عندي امر دي اسمه كومنتس لو فتحته بالشكل ده بيطلع لي البانال دي طب مطلوب منك هنا ان انت تحفظ بيقولك احفظ التصميم ده على الكرياتيف كلاود زي ما قلنا وبنكرر دايما يفضل او مش يفضل لازم يكون عندك حساب على موقع ادوي جميل ويكون عندك طبعا اشتراك رسمي هقول له continue هنا بيطلب مني ان انا احفظ الصورة دي اي ان كان هسميها ايه مش مش كرا اسابها زي ما هي اقول له save وبالمناسبة هو هنا مش بيرفع التصميم بالكامل على الكرياتيف كلاود لان الناس اللي عندها النت ضعيف فبالتالي هتقول لك الميزة دي مش مهمة بالنسبة لنا او مش هنستفيد بيها او زي ما بيكون بياخد صورة مصغرة بيرفعها على الكرياتيف كلاود اقدر فقط ان انا اعمل عليها هلايت اعملها لكومنت وكذا هو خلص كده وكل المطلوب منك ان انت تعمل share اول ما هضغط share هنا هيبتدي يفتح لي البانال اللي عندي هنا بيقول لي لو انت عايز تعمل دعوة لشخص معين الشخص ده انت عارف الايميل بتاعه اللي موجود على موقع ادوي فقدر ان انا اعمله اكتب على طول الايميل يبقى الدعوة دي هتروح فقط للشخص ده طيب انا عايز اعارضها للعميل او اي حد ومعندوش العميل اكيد حساب على موقع ادوي فهاجي هنا في change واغير الدعوة اول حاجة طبعا افتح الكومنت اقدر ان انا افتح الكومنت وده اكيد انا عايزه عشان يكتب اي حد الكومنت ثاني حاجة ان انا مش عايز الدعوة دي دعوة خاصة زي بالزبط فكرة ان ان انت بترفع حاجة على الجوجل درايف فتقدر ان انت تخليها عامة للجميع او حاجة خاصة فانا اقول له اي حد يقدر ان هو يشوف التصميم ويكتب عليه كومنت انا كده خلصت خلاص هرجع انا مستهم الصغير ده واقول له copy link تعالى دلوقتي نروح لأي متصفق عندي ونحط اللينك حتى لو انا ما عنديش حساب على ادوي ونشوف ايه اللي هيحصل هنسخ اللينك اللي طلع معي من الوفتشوب زي ما انت شايفين اللينك فتح مباشرة والصورة فتحت رغم ان الشخص اللي هيفتح الصورة دي او التصميم ما عندهش حساب خالص على ولا حتى عنده جهاز ولا حتى عنده رفتشوب على الجهاز ولا عنده حساب على موقع ادوي هنا بقى بقدر اضع التعليقات اللي انا عايزة ممكن مثلا اجي عن طريق البن هنا وحط صورة هنا كده واكتب تعليق هنا انا عايزه وطبعا تقدر تكتب عربي او انجليزي حسب ما انت حابب برجاء تغيير الصورة وليكن هنا بقى بيطلع لي الرسالة دي اللي بتأكد على كلامي لو انت عندك حساب على ادوي فتقدر تخش هنا بحساب ادوي لان هنا ورد ان اكتر من شخص يعمل كومنت فانا كمصمم اريد اعرف مين اللي كده بالكومنت ده فلو هو عمل تسجيل دخول بحساب على ادوي اقدر اعرف مين ده مين اسمه وفين ايميله طيب لو الشخص ده وهو العميل وده الافتراضيه الاكبر فالشخص او العميل ما عندهش حساب على ادوي فهيبتدي هنا يكتب انه هو هيكمل كزائر او كجست بس كل مطلوب مني انه هو مثلا يكتب اسمه عشان افهم او اعرف مين الشخص اللي كتب لي التعليق على الصورة ده او التصميم هنا ظهر زي ما شايفين هنا اسمه علاء ده مجرد زائر هو اللي كتب لي التعديل او كومنت اقدر برضو اجي هنا اعمل او شب وابتدي ارسم مثلا مش هاجب لي اللون ده فتعالى اللون احمر مثلا واجي مثلا على الجزء ده واخدين بالكم الجزء ده في خطأ فعلا فاكتب هنا مثلا مثلا خلي بالك من الاص بحيث ان هو يبتدي يقص الجزء ده بشكل احسن برضو نفس الفكرة ويقول له اوكي بدأ ان هو يجيب لي الكومنتين دول طيب دعالوا هنا نرجع ودي بقى الميزة الجميلة لبرنامج الفتشوب انا ارجع للفتشوب دلوقتي اول حاجة اوتوماتيك العيد بانا للكمنت اللي هو مش موجودة طبعا اعرفنا من جميع من قامة ويندو هنا عندي الكومنتات اللي موجودة فابتدي ان انا ابتدي اعالج الكومنتات اللي عندي او على اقل ابتدي ان انا اعمل ريبلاي او اين كان انت عايز تعمل ايه فتبتدي الميزة هنا رزيزة جدا بتاخده وتده مع بعض عن طريق الكومنت وتعرف تعديلاتك بشكل سريع طبعا الجميل ان انا مجرد ما العميل او اي شخص بيعمل كومنت على التصميم عندي بيجيلي مباشرة اشعار على التليفون فبالتالي ده هيوفر عليه كتير من شرطة قاعد اصاد الجهاز فتح الفتشوب بمستني التعليقات اللي يتيج على تصميم فيجيلك مباشرة اشعار على الموبايل عندك بما انك طبعا فتح الايميل الخاص بتاعك بادوي على الموبايل فبالتالي اي اشعار بيجي بيسهر لك على الموبايل عندك كمان عندك هنا في الكريتف كلاود في الاشعارات هلاقي هنا عندي دي كل التعليقات اللي جاتلي الخاصة بالتصميم طبعا هنا اسم الشخص اللي عمل الكومنت هنا اسم الملف انا كنت مسميه شادر ستوك طبعا لو انت غيرته فتعرف ان ده التصميم او التعديل الخاص بالتصميم اللي اسمه وعندك التعديلات هنا تقدر ترد او تشوف الكومنتات من هنا او ان انت تتابع كل حاجة عندك من هنا وترد مباشرة من هنا عندي كمان ميزة رائعة جدا وفعلا لو تحسنت في الازدارات الجاية هتبقى هتعمل طفرة في موضوع الصور وتعديل على الصور والمشاكل اللي دائما منشوفها والاسئلة اللي بتظهر دائما على السوشال ميديا هي الصورة متعدلة في البيتشوب ولا دي الصورة الاصلية الميزة دي لسه في مرحلة التجريب هي نسخة بيتا ولكن عشان اشغالها لازم الاول اضغط على كونترول كي او كوماند كي واجي هنا في التكنولوجي بروفيو هلاقي عندي هنا انابل كونتنت كوريزنشان وزي ما شايفين هي بنقسم بيتا دي نسخة لسه تحت التجريب بعد ما تفعل الامر ده ضروري جدا زي ما بيقولك ان انت تعمل رستارت للفتشوب عشان يبتدي الايكونة دي او الاداة دي تظهر معك هاولي اوكي طبعا خلاص اعملت رستارت الفتشوب بالفعل لو جيت هنا قائمة واندو الاقي الامر الجديد عندي هنا كونتنت لو فتحته بالشكل ده الميزة في الموضوع ده هتعرف الصورة دي تم التلاعب فيها ولا لا هتعرف ده ازاي مجرد ما اجي هنا وعمل بروفيو وركز معي في الموضوع ده هنا بيقولين الصورة دي استخدم فيها برينامج الفتشوب تلاتة وعشرين ولكن اللي يهمني عندي الجزء ده الايدت اند اكتيفتي هنا مفيش اي تعديل حصل على الصورة مش كاتب لي ان في تعديلات حصل على الصورة ولكن تعالوا نقف البانل دي وتعالوا دلوقتي نعمل تعديل على الصورة دي وليكن انا مثلا اخليها بلاك اند ويت بالشكل ده حتى لو انت عفلت الملف ده وسيفت الصورة دي كصورة جيبك او صورة بين جي وحفظتها خلاص ورميتها عن نت وحد تاني نزلها كصورة جيبك يقدر النواة يفتحها ويروح لنفس الامر اللي تكلمنا عليه والمرة دي هاجي اعمل بريفيو عشان يشوف هل الصورة دي اصلية ولا لا هنا لقيت فعلا اني بيقول لي اصل الصورة كان بالشكل ده واضح جدا ان الصورة اصلا كان ملون والصورة عندي هنا او يتسود تاني حاجة بيقول لي التعديل اللي حصل color adjustment الصورة دي تم عليها color adjustment افهم من كده لو عملت اي تعديلات هنا على الصورة اي ان كان هي التعديلات هتبتدي تظهر هنا في امر او في panel edit واعرف الصورة دي اي التعديلات اللي تم فيها وطبعا بيقول لك مين صاحب الصورة او صاحب الحساب اي ان كان ولكن الميزة دي كويسة جدا زي ما انها هي لسه beta نسخة لسه مش final فاعتقد لو اهتموا بيها واشتغلوا عليها قوي هتبقى ميزة كويسة جدا جدا مستقبلا نجي الاخر ميزة معنا النهاردة في الفتشوب 2022 وهي ميزة رائعة جدا وانا عند نفسي شايفها افضل حاجة لان انا بشتغل دايما الستريتر كتير فهتفيد جدا المصاممين اللي بيشتغلوا ما بين الستريتر والفتشوب والكلام ده كله طيب لو رحنا لبرنامج الستريتر انا عندي هنا اناصر او صورة زي الصورتين القصادي دول او فيكتور او اي كون اي ان كان بالمنظر ده كان سابقا عشان تنقل حاجة زي كده على الفتشوب ما كانش بتيجي layer كان بتيجي او ما بنيجي نسخة بلنسخة ك smart object بعد كده ما بنيجي نعدل عليها بنتغط double click على smart object بيرجعنا ثاني للإلليستريتر نعدل نحفظ نرجع ثاني للفتشوب ده كان زمان دلوقتي سهل الموضوع قوي انا عندي هنا شكلين بالشكل ده الشكل ده الاولاني زي ما انتم شايفينه صورة عادية جدا ما فيهاش اي افكتات زي الصورة الثانية gradient shadow مش موجود فيها فتعالى نشوف ايه الفرق ما بين الاثنين فانا هاخدت الصورة ده ctrl c قوي عادي جدا اراح للتشوب ctrl v زي ما متعاودين ظهر عندي هنا امر جديد اللي هو layer لو كنا دائما متعاودين ناخد الحاجة بتاعتنا smart object ما زالت موجود smart object و shape layer ولكن الجديد عندي نهاردة هو layer لو قلت له اوك وجدت ان الصورة ده نزلت معي وفعلا نزلت هنا في group لو فتحت group هلاقي هنا متقسمة كل ده عناصر vector shape اعرفت ازاي من الايكون الصغيرة ده ده shape فهنا جاب لي كل الصور متقسمة حتى 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 بدليل لو جيت مثلا مسكت الجسم ده او الجسم ده لوحده اهو عبارة عن ايه عن shape فدي ميزة رائعة جدا فقدر كمان انا اتحكم في shape ده فهاجي هنا عن طريق اداة direct selection tool واجي مثلا امسك shape بتاعي بالمنظر ده زي ما انت شايفين كأنك بالضبط داخل illustrator تقدر ان انت تعدل على shape زي ما انت عايز تقدر ان انت كمان تغير لونه زي ما انت حابب او تدي له gradient يعني تكمل شغلك بشكل سالس وسريع داخل برنامج وتدي افكتاتك وتعمل اللي انت عايزه طيب ده بالنسبة لأول صورة ونشوف لو عندي حاجة زي كده معقدة هل هتيجي كشيب فيكتور ولا هتيجي ازاي هاخدها كنترول سي ما تنساش طبعا انا عندي دول layer وده layer ثاني خالص ولو فتحنا نلاقي كل ده عبالة عن layerات مفصلة طيب انا خدتها كنترول سي دعنا نروح لفتشوب كنترول في بختار layer هنا بدأ يطلع لي بقى شوية رسائل بيقول لي لأ ده انت في حاجات عندك وحاجات معقدة وفي حاجات معمول لك ليبنج ماسك ومدونية كده بيقول لي في حاجات هحاولها فيكتور في حاجات هخليها زي ما هي المهم اختار عندك فيكتور ماسك وانتظر عليه لحد ما هو يخلص برضو تطلع رسالة تانية كنترول فعلا نزل لي الصورة بتاعتي بالشكل ده هنا الجزء اللي تحت ده الشادو ولكن هنا بقى خلي بقى ومش جايبه عنصر عادي بيكسل ولكن على الاقل أنا استفدت ان هو جابها لي layerات ودي كانت مشكلة بنعاني منها هو فعلا جاب لي كل حاجة هنا ولكن مش shape لانه في حاجات عندك مؤقتة واخداء gradient واخداء مش طول فالحاجات ده مستحيل طبعا هيجبها فيكتور لان هي اساسا في الستريتور ممكن تكون تحولت لبيكسل وانا شغال ولكن زي ما قالت لكم على الاقل انا استفدت ان الحاجة دي جات معي كالير ده كان مستحيل يحصل في الاصدارات السابقة اهي زي ما تشاهدين كل حاجة بقى طليل لوحدها بقدر نتحكم فيها الحاجات الشيب زي ما هو وهو لسه محافظ عليها شيب زي ما تشاهدين تقدر نتحكم فيها ولكن زي ما قالت لكم ما جاتش كشيب ولكن مبسوطة وراضي جدا بالنتيجة ما تعتبر ميزات جديدة ولكن تحسينات بسيطة حسب كلام موقع ادوي بيقولك ان ميزة 3D ما زالت موجودة قايمة 3D ولكن الفوتشوب في الاصدارات السابقة ولكن الفوتشوب لا تدعمه 3D لانه باكتج كاملة لبرامج خاصة بأدوي خاصة بسريدي فما عدتش فيه هيدعم 3D داخل الفوتشوب كذلك ما عدتش فيه دعم 3D لان تدريجيا مع الاصدارات الجاية بانل 3D أساسا مش هتبقى موجودة داخل الفوتشوب كمان حاجة اخيرة رفتشوب بيقوله ان هوا حسنوها في الاصدارات دي وهي بانل الاكسبورت از لو جيت هنا الاكسبورت از حسب كلامه ان البانل دي تحسنت بقت سريع اكتر لسه بصراحة ما جربتاش ما عرفش ايه اللي ممكن يكون جديد فيها بس من الوهلة الاولى حسيت ان هي زي ما هي لسه ما حسيتش فيها اي تغيرات ولكن الشيء الوحيد اللي لاحسته الجديد اللي هو الكنتنت اللي هي موضوع المحتوى اللي احنا اتكلمنا فيه فقدر ان انا اشغاله او افعله هنا واعمل بريفيو بحيث يقول لي او يطلع لنفس البانل يقول لي اذا كانت الصورة دي اتعدل فيها حاجة ولا لا هنا فعلا قال لي ان الصورة دي فيكتور وموجود فيها color adjustment وحاجات كده ممكن تكون اتعدلت فيها فهيبتدي يظهرها لك في البانل دي عندك زي ما قلنا بكده يكون فيديو النهاردة انتهى اتعرفنا فيه على الميزات الجديدة اللي موجودة في بردامج فتشوب 2022 اتنين وعشرين استنيني في الدرس الجاي هنتعرف برضو على الميزات الجديدة اللي موجودة في بردامج illustrator وغير الميزات الجديدة اللي موجودة في بردامج ادوي انتزاين اشوفكم الدرس الجاي ترجمة نانسي قنقر بخطئ